الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2، أتحكم في تجاوز مبرد الهواء شحن الدائرة ماذا يعني ذلك، ينطبق رمز مشكلة التشخيص التشخيصي DTC العام هذا على جميع مركبات OBD2 المجهزة بمبرد هواء للشحن، قد يشمل ذلك على سبيل المثال للحصر المركبات من Ford, Chevy, Mazda, Toyota, Elk في الأنظمة المستحثة القصرية، يستخدمون مبرد هواء للشحن أو ما أسميه مبرد داخلي AC للمساعدة في تبريد شحن الهواء الذي يستخدمه المحرك، هذه تعمل على غرار المبرد في حالة AC بدلا من تبريد مانع التجمد، فإنه يبرد الهواء لجعل خليط هواء وقود أكثر كفاءة بدوره ومسافة وقود أفضل وأداء أفضل وما إلى ذلك AC هو جزء من جانب ضغط الشحن في نظام الحث، يتم استخدام الصمام الجانبي تماما كما يوحي الاسم للسماح للهواء بتجاوز المبرد الداخلي ليتم تفريغه في الغلاف الجوي أو إعادة تدويره، تستخدمه وحدة التحكم في المحرك ACM لضبط الصمام وفقا لظروف واحتياجات المحرك الحالية، يضيء ACM ضوء فحص المحرك باستخدام P022C والرموز ذات الصلة عندما يراقب حالة خارج نطاق معين داخل دائرة التحكم في تجاوز المبرد أو النظام، قد يكون سبب هذا الرمز خطأ ميكانيكي أو كهربائي، إذا كان علي أن أخمن هنا، فسوف أميل إلى مشاكل ميكانيكية على الأرجح هي المشكلة، يمكن أن يقال إما ممكن P022C تحكم في تجاوز مبرد الهواء المسؤول يتم تعيين رمز عالين للدائرة عندما يكتشف ACM قيمة كهربائية أعلى من المطلوب، ما مدى خطورة هذا DTC؟ الشدة في هذه الحالة ستكون معتدلة، لا ترغب في ترك هذه المشكلة دون مراقبة لأنها يمكن أن تتطور إلى شيء أكثر خطورة بسرعة إلى حد ما، ضع في اعتبارك أن المشاكل لا تتحسن بمرور الوقت ما لم يتم تصحيحها، تلف المحرك باهظ الثمن في كل مرة قريبا، لذلك إذا كنت قد استنفدت قدراتك، فقم بإحضار السيارة إلى منشأة إصلاح ذات سمعة جيدة، ما هي بعض إعراض الكود؟ قد تشمل أعراض رمز المحرك P022C ما يلي، الأداء الضعيف للمحرك دخول السيارة في وضع يعرج سوء تشغيل المحرك ضعف عدد الأميال في الوقود ما هي بعض الأسباب الشائعة للرمز؟ قد تتضمن أسباب هذا الرمز ما يلي، الصمام الالتفاف المفتوح، المغلق عالق في النطاق التشغيلي للصمام الالتفاف الحركة تسخير الأسلاك المكسور أو التالف مشكلة الصمامات، تتابع المعيبة مشكلة ECM دبوس، موصل، على سبيل المثال، تآكل، علامة تبويب القفل المكسورة، ما هي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها P022C، تأكد من التحقق من نشارات الخدمات الفنية لسيارتك، يمكن أن يوفر لك الوصول إلى إصلاح معروف الوقت والمال أثناء التشخيص، الأدوات عند العمل داخل نظام الحث القصري، قد تحتاج إلى قارئ رمز OBD كماشة مشبك خرطوم مجموعة مواد التشحيم متعدد المقابس الأساسية تقم السقاطة ومفاتيح الربط الأساسية مجموعة مفك البراغ المناشف الأساسية للمنشأة خراطيش البطارية دليل الخدمة نصائح السلامة دع المحرك يبرد عجلات التباشير ارتداء PPE، معدات الحماية الشخصية، ملاحظة تحقق دائما من سلامة البطارية ونظام الشحن وسجلها قبل إجراء المزيد من عمليات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الخطوة الأساسية رقم واحد حدد موقع صمام التحكم في تجاوز مبرد الهواء المسؤول عن طريق اتباع أنابيب الشحن المتوجهة إلى المبرد الداخلي AC، فقد يتم تركيبه مباشرة لشحن الأنابيب اعتمادا بشكل كبير على طرازك وطرازك الخاصين، قد تجد AC مثل في المصد الأمام أو المصدات الأمامية أو ربما تحت غطاء المحرك مباشرة من بين العديد من المواقع المحتملة الأخرى بمجرد تحديد موقع الصمام، افحص أي تلف مادي واضح، ملاحظة، تأكد من إيقاف تشغيل المحرك الخطوة الأساسية رقم اثنان قد يكون من السهل جيدا إزالة الصمام تماما من السيارة للتحقق من وظيفته، ينصح به بشكل خاص إذا كان الرمز P024 بنشطا بمجرد إزالته، افحص أي عوائق في نطاق حركة الصمام، إن أمكن، قم بتنظيف الصمام قبل إعادة تركيبه ملاحظة، راجع دائما دليل الخدمة أولا لأنه قد لا يكون ذلك ممكن أو مصان به لهذه المسألة في سيارتك، نصيحة أساسية رقم ثلاثة قد يتم توجيه حزام الصمام الجانبي من خلال المناطق المعرضة للعناصر، يجب فحص هذه المناطق عن كثب ابحثا عن الفتحات والجروح وعلامات التآكل، وما إلى ذلك في الأسلاك المتضمنة في الدائرة ملاحظة، تأكد من فصل البطارية قبل إجراء أي إصلاحات كهربائية، الخطوة الأساسية رقم أربع اعتمادا على أداة المسح، قد تتمكن من التحقق من وظيفة الصمام من خلال التحكم فيه وملاحظة مدى حركته، إذا كان من الممكن الوصول إليه، يمكنك فصل أحد طرفي الصمام للحصول على رؤية للأجزاء المتحركة باستخدام أداة المسح، افتح الصمام تماما وأغلقه مع ملاحظة التشغيل الميكانيكي للصمام نفسه، إذا لاحظت وجود الصمام متسقا ولا يوجد شيء يعوقه، فمن المرجح أن الصمام به عيب، في هذه الحالة، يمكنك محاولة استبداله تأكد من أن الشركة المصنعة توصي أيضا بصمام جديد في هذه الحالة، راجع الدليل، الخطوة الأساسية رقم خمسة ستحتاج إلى استبعاد أي مشكلة كهربائية في الحزام المعني، للقيام بذلك، قد تضطر إلى فصله في الصمام وإي سي أم، باستخدام جهاز القياس المتعدد الخاص بك، تحقق من سلامة الدائرة من خلال إجراء العديد من الاختبارات الكهربائية الأساسية، أي الاستمرارية، إذا تحقق كل شيء، فقد يكون هناك بعض اختبارات الإدخال التي يمكنك القيام بها والتي تشمل اختبار الموصل في الصمام للتحقق من وظيفة إي سي أم مع الصمام